أغنية مغربية ونصير ونجرب إن شاء الله بشنزل نهار 26 أفريل 2019 على قناة في اليوتيوب ننتظروها في اليوتيوب إن شاء الله قريبا جدا الكاتب الملحن مغربي اسمه مولايوس السمتي والتوزيع كان تونسي دونك ستا ميلانج ميزيك مغربين ماشي مغربية وماشي تونسية دونك مغاربية والكلمات مغاربة واللحن مغربي المرة هذي فيما برشة عباد على رأسهم أخوي صديقي فؤاد وأكيد فيما أكيد برشة 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 كلموني ويحبوا إن شاء الله نتقابلوا وما عارف من المرة اللي فاتت يعني من المغرب المرة اللي فاتت أكيد مش نعود نشوفها المرة هذي إن شاء الله ما زلت ما نعرفش حقيقة لأنه حنان عندها فترة مختفية دونك ما عندي على حتى كونتاكت ما إن شاء الله إن شاء الله نشوف هون نتلقى بيها إن شاء الله سي حاولت شعور ما حاولت معنا يعني كنا صحاب ومقربين ببعض أكثر من من أي شخص آخر في سترة أكاديمي دونك حاولت نتقابلها لكن ما مفامش اتصال يعني بيها خاصة إنو أنا في تونس هي في المغرب دونك الانترنت هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلينا نحكي وما مفامش عليها حتى أخبار وإن شاء الله نسمو عليها كان البهي إن شاء الله والله شوفي هذه حرية شخصية أول شي ومعندي حتى تعليق في الموضوع يعني حتى شوفي ممكن تكون هذا رأيها إن حبة تبعد حبة ترتاح ممكن ترجع وممكن لا ما نعرفش أنا ما عندي حتى فكرة على الموضوع لكن شوف إن يعني عنده مستقبل كبير وإن شاء الله تخمن في الموضوع هذا وترجع إن شاء الله والله الحمد لله سابع علاقتنا طيبة أشوفي علاقتي طيبة مع طلاب سار أكاديمي كل إحنا صحاب وإحنا تعرفنا الأبعاظنا جمعنا المحبة جمعنا الخير دونك قعدنا قعدنا ان كونتاكت لكن حنان كانت أكثر أكثر واحدة اللي كنت ان كونتاكت هي سوكينا إيهاب نحكيه نباركله على أعماله بالمناسبة نحب نباركله على آخر أعماله وسوكينا كمان مش نشوفها إن شاء الله المرة هذه وكا لا أفكرتش في اللول في حاجة هكاية يعني الأغاني المغربية اللي خديتهم من اللول يعني اقترحوهم عليها في أول خروجي من سار أكاديمي حقيقة فحبيت نكمل الأغاني المغربية كان فم معناها تعامل مع إيهاب أمير أكيد ما يقلقنيش أكيد حاد تتشرفني وإيهاب إنسان مبدع وإنسان خلوق وإن شاء الله نشوف في المرة هذه في المغرب خاطر المرة اللي فاتت كان مش في المغرب وما شفتوش في المرة هذه نحب نشوف إن شاء الله يعجبني في الخطوات متاعه أنا يعجبني حاتم عمور يعني أغانيه ما شاء الله حتى في تونس يعني أغانيه مسموعة جدا ونحب نبركله على الألبوم الأخير ويعجبني في الاختيار متاعه بين دمز الموسيقى الغربية مع اللحن المغربي والكلمات المغربية والله قبيلة جاي في المطار يعني قلت لهم يعني نفس الشعب يعني جوزة اللهجة تتغير وكاو ومعنى فماش فرق كبير الحمدولله معنى المغرب تونس هي واحد واحد لا شوفي أنا ما عنديش ما عنديش مشاكل مع حتى واحد يعني من صحابي في استغاكاديمي الدليل أني كنت صحاب مع الجميع والطو معنى ما زلت صحاب مع العباد الكل ما يقلقنيش وما عندي حتى قلق مع حتى واحد وأنا معروف بصراحتي اللي يقلقني نعتيه ماشي ماشي نقص أنا بعت أنا بعت كانت فترة ثعيبة شوية صحيا وعمليا فبعت شوية ان 2018 لكن رجع إن شاء الله بقوة شكرا على الاستضافة والحاجة ونحب نقول لكم انتظروا جديد إن شاء الله ونصيروا جرب أغنية مغربية إن شاء الله بشتعجبكم برشا برشا أنك جرحي جريت وجريت حتى شما عزيت فيك واسيت وعالجت وجفيت وترجت الله 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 يسفيك يا زرحي واليوم واليوم تديد إن بلي بي يا أول بيك أنا 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 جريت وجريت موسيقى موسيقى موسيقى